الأبرار في حقيقة المعنى هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأبرار في المظهر الأتم في الصورة الأكمل هم صلوات الله عليهم لكن العبارة هنا تقول وعناصر الأبرار تقول بأنهم هم الأصل الصافي الذي لا تشوبه الشائبة والذي تفرع عنه الأبرار الأبرار هنا هم فرع من تلك العناصر المراد من الأبرار هنا الأنبياء المراد من الأبرار هنا أولياء أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم الذين بلغوا المراتب العالية في المعرفة واليقين والذين وصلوا إلى الحد الأقصى في دائرة القرب الإلهي الزيارة تصف أن هؤلاء الأبرار يعودون إلى تلك العناصر الطاهرة الطيبة فهم عناصر الأبرار وأهل البيت على وجه الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى العقيدة الواضحة التي تحدثت عنها الأعداد الهائلة من النصوص المروية عن النبي وعن الأئمة والتي تنبئنا بأنهم أول ما خلق الله حقائقهم القادسة الأولى من نورها صدر النور الذي خلقت منه كل الكائنات ذلك النور تشقق إلى أنوار فإن الكائنات على مراتب تلكم الأنوار التي تشققت من النور الذي صدر من حقائقهم القادسة هي تلكم العناصر وإنما جاء ذكر الأبرار هنا لأن الأبرار هم أرقى مرتبة وأوضح صورة وأجلى مظهر من مظاهر الولاية ترجمة نانسي قنقر